بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أهلا بكم في سكشن بي تو إكسبوننتس إكسبوننتس تعني الأسس أو القوة طبعا نعبر عن الأس أو عن القوة على شكل بي تذبور إن والإن هو عبارة عن البور أو يسمى الإكسبوننت البور اللي هي القوة أو الإكسبوننت اللي هي تسمى أحيانا كلغة عربية بي أليش بالأس طبعا البور هو عبارة عن حاصل ضرب يعني عندما أقول بي أس إن هي معناها بي ضربي 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 ولكن قد الآن أتكلم بصورة قبل أوانها يعني لا بد من أتكلم بها وهي أنه دائما أقوى عملية لدينا هي طبعا أولا تنفيذ ما بداخل الأقواس اللي هو البراكتس والخطوة الثانية هي القوة وبعد ذلك عملية الضرب وهذا ما سنرى الآن في الأمثلة التالية بالطبع الآن هنا واضح أنه يمكن استخدام الآلة الحاسبة في هذا الأمر ولكن عندما أقول استخدام الآلة الحاسبة الاستخدام الآلة الحاسبة ستعطينا ماذا ستعطينا نتيجة عندما أقول ناقص 2 أو 6 ماذا تعطينا؟ هذه ناقص 2 أو 6 هي عبارة عن ناقص 1 ضرب دعونا نضع الضرب إشارة نقطة ولكن ليست نقطة في الوسط حتى لا يعني يختلط الأمر كأنها أزا بوينت كأنها فاصة عشرية إذن هذه ناقص 1 في 2 أو 6 ماذا؟ أو 6 أيوة إذن الناقص هذا ناقص 1 هو ليس تحت الأس وهذه نقطة يجب الطالب أن ينتبه إليها بالتالي هذه تعطينا ناقص و2 أو 6 هي عبارة عن 2 في 2 في 2 بثمانية وثمانية في ثمانية بأربعة وستين هنا أنا سأكتب ملاحظة ما هي هذه الملاحظة أبنائي؟ الملاحظة هي كما يلي وستمر معنا بعد قليل نقول لو كانت هذه عبارة عن ناقص 2 أو 6 بهذا الشكل لاحظوا أنه لدينا هنا أس زوجي الأس الزوجي دائما مع السالب طبعا يضيع السالب فإذن سالب في سالب في سالب سيعطينا سالب وعندنا أيضا سالب في سالب في سالب سيعطينا سالب باختصار أن العدد سالب واحد إذا رفع لقوة زوجية سيعطينا موجع إذن هذه هي نفسها عبارة عن 2 أو 6 وبالتالي هذه عبارة عن 64 انظروا إذن في طريقة الكتابة بين هذه وبين هذه فرق شاسع لذلك بعض الطلاب حقيقة أبنائي وبناتي بعض الطلاب لا يعون فكرة الأقواس أو لا ينتبه الأقواس الآن بالنسبة لهو المثال الآخر طبعا هذا ليس عددي وبالتالي هنا لا نستطيع أن نجري عملية النتيجة أو نجد النتيجة باستخدام الآلة الحاسبة ولكن نقول ناقص واحد ويمكن أن نضعها هنا إذا أردنا لا نريد نقول أن نعقد الأمر ولكن ناقص واحد أس إن ماذا يعطينا؟ يعطينا أمرين يعطينا واحد إذا كانت الإن عدد ماذا؟ even وكلمة even يعني زوجي هذا خلاصة الحديث وتعطينا ناقص واحد إذا كانت الإن عدد فردي odd أعتقد الكلام واضح هنا ناقص واحد أس فردي إذن ستكون النتيجة ناقص اكسوس خمسة ستعطينا إذن اكسوس خمسة انتهى الأمر هنا ناقص واي الكل عندما أقول الكل يعني مرفوع إلى قوس ناقص واي الكل أس أربعة هذه عبارة عن ناقص واحد أس عدد زوجي هذه ناقص واحد أس عدد زوجي ستعطينا موجب إذن هذه ستعطينا عبارة عن Y أس أربعة انتهى الأمر نأتي للهوى خصائص اللي هي خصائص الضرب أو ضرب الأسس ننظر بناتي هنا طبعا بالنسبة للهوى خواص الأسس باختصار كثير منكم حقيقة يعني يخطئ بها فأنا ألخصها ببساطة شد جدا في الأسس عندما نتكلم عن الأسس يجب أولا أن تكون الأساسات متساوية الأساس يكون متساوي ففي حالة الضرب ماذا نجمع الأسس وفي حالة القسمة نطرح الأسس انتهى هذه بكل بساطة شد جدا طبعا هنا لاحظوا أيضا عمليات الأسس أو العمليات على الأسس لاحظوا لا يكون لدينا لا عمليات جمع ولا عمليات طرح لأن الأسس في حالة الجمع والطرح ليس لها خواص طبعا لاحقا سنتكلم عن هذا الأمر ولكن الخواص الأساسية هي في حالة الضرب انظروا الآن بي أس إم في بي أس إن الأساسات متساوية إذا نجمع الأسس إم زاد إن في حالة القسمة بي أس إم على بي أس إن لاحظوا الأساسات نلاحظنا الأساسات متساوية الأساسات هذا يسمى أساس هذا يسمى أساس كما تكلمنا قبل قليل أن البي هو الأساس والإن هو عبارة عن الأس سؤال 47 ماذا يقول لاحظوا أن هنا لدينا عمليات ضرب ناقص 9x تكعيب في واي ضرب ناقص 2x6 في واي أس أربعة ماذا تساوي أولا طبعا سنضرب الأعداد في بعضها البعض ناقص 9 انظروا ناقص 9 في ناقص 2 طبعا هذه اللي هي الأعداد في بعضها البعض فيعطينا هذا 18 x3 في x6 إذن هذه ستعطينا x أولا كأساس ونجمع الأسس في حالة الضرب 3 زائل 6 سيعطينا 9 جميل جدا ضرب y1 في y4 نجمع الأسس 1 زائد 4 سيعطينا 5 ننتقل لهم بناتي في اللي هو بالنسبة للسؤال رقم 37 واضح عملية قسمة ولكن ليس عندما ننظر عملية قسمة قسمة الأسس يجب أن تكون الأساسات متساوية هنا x14 على x ناقص 7 إذن نسجل الأساس x نطرح الأسس نقول 14 ناقص ناقص من؟ الناقص 7 وهنا أيضا البعض يخطي في الأمر هذا لعدم التأني فإذن نقول x 14 ناقص ناقص سيعطينا زائد إذن هذا 14 زائد ماذا؟ زائد 7 وبالتالي يساوي x 21 أعتقد إن شاء الله الكلام يكون واضح 14 ناقص ناقص 7 يعطينا 14 زائد 7 21 ناتي لسؤال 51 وهذه طبعا من الأشياء اللي دائما تدداول في الامتحان ويعني بقي للحديث بقية في هذا الأمر لكن التأني مهم جدا لدينا قسمة نلاحظ أن نقسم العدد على العدد فبالتالي يصبح لدينا 25 على 5 سيعطينا 5 هذا أولا زائد على ناقص سيعطينا ناقص ننظر للأساسات المتساوية وهي الـ إذن هنا سنكتب A قسم ماذا؟ 13 ناقص 2 البعض يقول هل يعني لابد من التفصيل هكذا؟ لا ليس بالضرورة لو الطالب كتب 13 ناقص 2 أو الطالبة كتب 13 ناقص 2 فلا بأس مباشرة النتيجة تساوي 11 لكن أنا أفصل قليلا حتى البعض يعني اللي ما يكون منتبه 4 ناقص 3 بهذا الشكل بالتالي تساوي ناقص 5 A 13 ناقص 2 كما قلت 11 و B 4 ناقص 3 يعطينا B 1 لو ما كتبنا الواحد فلا بأس ننتقل الآن إلى أيضا خاصية أخرى إذن لدينا اللي هو عملية الضرب في الأسس ولدينا القسمة في حالة الأسس لدينا الآن يسمى Zero Exponent Rule اللي هي عبارة عن القوة الصفرية هكذا تسمى أو القوة للعدد صفر القوة للعدد صفر أي عدد ننتبه أي عدد مرفوع لقوة صفر ليس عدد أي مقدار حتى مرفوع لقوة صفر يعطينا واحد ولكن طبعا أنا حتى أكون كرياضي صحيح يجب أن لا يكون ال B مساويا للصفر يعني بمعنى آخر الصفر على صفر هذه تعطينا عدم تعيين يعني Un Determinant يعني لا نعرف ماذا ستكون قيمتها وسنرى الآن هذا الكلام بالآلة الحاسبة حتى الطالب يقتنع به القضية هذه هذه الآلة الحاسبة لاحظوا عندما أقول ثلاثة أس صفر آسف ثلاثة أس صفر ماذا يعطينا يعطينا واحد أما عندما نقول صفر أس صفر هذا صفر أس صفر أعتقد أن يمكننا الآلة واضحة تماما انظروا ماذا يعطينا خطأ رياضي لذلك هذا لم يقال في الأسئلة ولكن أنا وضعت هذا الشرط أنا لا بد الطالب يعرفه أيضا نرجع دائما القوة أقوى من الضرب القوة أقوى من الضرب كيف يعني هذا نرى في السؤال رقم سبعة ناقص ثلاثة الكل الصفر مباشرة هذا سيعطينا واحد انظروا الآن هذه مسألة خطيرة جدا ناقص ثلاثة الصفر إذن هذه ناقص ثلاثة الكل الصفر أما هذه ناقص ثلاثة الصفر فالناقص هذا يثبت كما هو ثم ننفذ القوة قبل القوة ثلاثة الصفر ماذا تعطينا؟ تعطينا واحد بالتالي ستكون النتيجة ماذا؟ ناقص واحد وهذا الآن طبعا حتى يعني التأكد بالطالب الحاسبة ما هو الفرق بين القوس وعدم وجود القوس هذا ناقص ثلاثة أو الصفر البعض الطلاب حقيقة أو بعض الطالبات لا تدقيق في القضية هذه هنا سينفذ الوس قبل فيعطينا واحد مضروب في الناقص سيعطينا ناقص واحد أما إذا أنا رجعت بهذا الشكل ووضعت هنا قوس ثم وضعت هنا قوس بالطبع ستكون النتيجة هي واحد ننتقل الآن إلى اللي هي أيضا بقية خصائص اللي هو البروبرتس أوف اكسبوننت أول خاصية الآن قلنا الضرب الثاني خاصية اللي هي القسمة وبعد ذلك خاصية الصفر الآن لدينا الخاصية الأخرى وهي ما تسمى بنيكتيب اكسبوننت رول اللي هي خاصية القوة السالبة القوة السالبة نيكتيب اكسبوننت رول قاعدة القوة السالبة أي مقدار ليس بالضرورة أن نقول عدد أي مقدار أس عدد سالب فحتى نتخلص ليس حتى بل لابد أن نتخلص من العدد الأس السالب فنقلب المقدار فيصبح كأس موجب إذن مفهوم التبسيط أيضا مفهوم السيمبليفكيشن التبسيط يجب دائما أن يكون الأسس أو الأسس تكون موجبة إذا بقي أس سالب معنى ذلك أنا لم أبسط تبسيطا تاما نرى إكس في واي أس ناقص ثلاثة الإكس مختلف عن الواي هنا لا نجمع الأسس إذن ماذا نعمل مجرد نقول هذه إكس وي أس ناقص ثلاثة تصبح وي أس ناقص ثلاثة واحد على وي أس ثلاثة انتهى إكس في واحد سيعطينا إكس وهذه وي أس ثلاثة يعني بمعنى آخر أي أس سالب نضع أين نضع بالمقام وإذا كانوا أس سالب بالمقام نضعه بالبسط إذن هذه القضية في غاية الأهمية عملية التدوير يعني هذه بي أس ناقص إن نزلت إيش للأسفل بهذا الشكل فأصبحت هكذا بي أس ناقص إن ارتفعت للبسط اللي هو النيومريتور فأصبحت كقوة موجبة طبعا الخواص حقيقة لا بأس بها يعني كثيرة إذن الآن أخذنا خاصية أولى ثانية ثالثة هذه الخاصية الآن رقم أربعة هذه رقم أربعة الخاصية وكانت الخاصية الآن نرجع لها مرة أخرى بناتي هنا هذه الخاصية الأولى اللي هي الضرب والخاصية الثانية اللي هي خاصية الكوشنت والخاصية الثالثة طبعا هي تريبيل سهلة جدا اللي هي خاصية القوة الصفرية أي مقدار الصفر يعطينا واحد الآن طبعا بعد قليل ستجتمع ماذا ستجتمع أكثر من يعني في المسألة أكثر من خاصية باور رول ما معنى باور رول اللي هي عبارة عن قوة القوة قوة القوة كيف يعني قوة القوة يعني لدينا قوة ومرفوع إلى قوة أخرى بهذا الشكل يعني بجانب بعضها البعض طبعا تضرب القوة في بعضها البعض تصبح بي أس إم في إن كما نرى هنا انظروا بالطبع هذه ستصبح إكس أس ناقص خمسة ضرب ثلاثة وليس زائد لأنه ليس لدي أساسات هنا فنضرب الأسس في بعضها البعض فتصبح أس ناقص خمسة عش نقطة مهمة جدا الأس سالب يجب أن نقلب الأس هذا السالب أو نقلب الكسر حتى يصبح أس مجبا هل هذه الخطوة إلزامية؟ إلزامية بالتأكيد إلزامية بالتأكيد لأنه هنا لم نقول أنه هذا يشكل مبسط الشكل مبسط دائما أس مجب السؤال الثلاثة واربعين لاحظوا هنا برودكتس تو باورز ما معنى برودكتس تو باورز؟ يعني حاصل ضرب الأسس ضرب القوة برودكتس تو باورز الآن لدينا أس إن بي أس إن هنا الأسس متساوية الأسس يعني القوة إذا كانت القوة متساوية إذا نضرب الأساسات في بعضها البعض هذه معناها والعكس عندما يكون لدينا مقدار داخل بهذا الشكل الأس يتوزع على كل مقدار من المقادير ولكن بشرط أن يكون حاصل ضرب يعني بالمعنى البسيط جدا جدا ما هو؟ ناقص ثلاثة إكستر بيع في وي أس خمسة هذه تصبح أولا ناقص ثلاثة الكل أس اثنين يعني الأس يتوزع على الضرب والقسمة فقط هذه ستأتينا القسم بعد قليل إكستر بيع هذه إكستر بيع قوة أيضا اثنين في وي أس خمسة هذه وي أس خمسة الكل أس عشرة آسف الكل أس اثنين آسف جدا يساوي ننظر أبنائي بدأت تتداخل ماذا؟ تتداخل اللي هي الخواص إذن وزعنا الأسس بعد ذلك أصبحت ناقص ثلاثة أس اثنين الناقص أس الزوجي فيصبح موجب وثلاثة أس اثنين سيعطينا تسعة إكستر بيع الكل تربيع إذن هنا رجعنا إلى قوة القوة أن القوة تضرب فتصبح إكسس أربعة وليس جمع في وي أس خمسة الكل أس اثنين هذه وي أس خمسة الكل أس اثنين قوة قوة تسمى وي أس عشرة نأتي لي أيضاً هذه شبيهة بهذه تماماً أن القوة تتوزع على الضرب القوة تتوزع على القسمة لكن لا تتوزع لا على الجمع ولا على الطرح هذه أؤكد وأركز عليها أكثر من مرة الآن ناقص أربعة على إكس الكل أس ثلاثة الناقص أسه فردي فيصبح ناقص لا داعي نطيل نقول أربعة يصبح أس ثلاثة على إكس أس ثلاثة انتهى يساوي هذا الناقص أربعة طبعاً أس ثلاثة وهي أربعة في أربعة اللي هي تعطينا 64 إذن هذه ناقص هنا ونكتب هنا 64 على X تكعيب نأتي إلى اللي هي عملية الآن أيضا التبسيط والآن سيمكن ربما نهاية الآن المحاضرة أو المدة المتبقية المحاضرة تعتبر لدينا تمارين في غاية الأهمية ولا طبعا نريد أن نقحمكم في هذه الأمور الآن سنترك هذا الأمر إلى محاضرة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله